السلام عليكم ورحمة الله نكمل حل كتاب جميل الصف الاول اعداد الترمي الثاني لعمل دراسي عشرين تلاتة وعشرين الوحدة العشرة ان شاء الله الدرس الاول والتاني صفحة مية تسعة وخمسين السؤال الاول زاس بيس از ميد اوف ميتل هو ايه مصنوع من المعدن دريس فو ستان نايف سكين جاكت جاكت بوك كتاب يبقى نايف سكين الاجابة رقم بي بعد كده السؤال الثاني اه شابيك السيارة مصنوعة من ايه مصنوعة من الزجاج يبقى جلس اللي جابه رقم دي السؤال الثالث اس بيس از ميد اوف ليدر هو مصنوع من الجلد والت محفظة بوك كتاب تيسبون ملعقة شاي ويبقى زجاجة يبقى والت حافظة او محفظة نقود اللي جابه رقم ايه للرجال السؤال الرابع اس بيس او ميد اوف كتن هو مصنوع من الكتن تلفزيونات ترابيزات اللي هي المخدات ويلمبس اللي هي المخدات اللي جابه رقم سي السؤال الخامس احنا بنستخدم ايه عشان نقلب السكر في الشاي يبقى كده ملعقة شاي والت محفظة نايف سكينة باك حقيبة يبقى ملعقة شاي اللي جابه رقم ايه او ملعقة صغيرة السؤال السادس الناس بيتشغل ايه عشان تحصل على مية هنا هتبقى اللي هي الصنبور يبقى اللي جابه رقم بي بعد كده السؤال السابع نحن نستخدم ايه عشان اه نبني الحائط يبقى كده بنستخدم اه اللي هي نقولهم اسبيس فضاء اوفن فرن بريكس قوالب طوب ويروف سعف يبقى بريكس اللي هي قوالب اه الطوب ان شاء الله بعد كده السؤال التامن اه ولا شاهدت ايه لرمسيس التاني في خارج المتحف بيد سرير روم غرفة ستيتيو تمسال انترونس مدخل يبقى تمسال اللي اللي جابه رقم سي تمسال رقم سي السيني السؤال التاسع آآ بوت زا بريد اند آآ بيك ات ان اهوت سبيس فور تين مينيتس ضع الخبز وغبزه ليه في ايه ساخن لمدة عشر دقائق كتاب حرفية وصنبور اوفن فرن ستون حجارة والصوف يبقى اوفن فرن اجابه رقم بي آآ بعد كده السؤال العاشر اي بوت سام بيكتشارز اوف ماي جرانت بيرنس اون ماي بيدروم انا وضعت صور لجدودي في غرفة النوم ايه بقى بالنسبة لغرفة النوم والحائط والصوف والكامل المكان وكلمة آآ اللي هي حفرة او سقب يبقى والحائط او صور هنا تبقى حائط اللي جابه رقم ايه السؤال الحداشر السيارة فيها ايه مريح هم مصنوعين من الجلد هنا بيتز سراير راجز سجادات سيتس اللي هي مقاعد ويتشيرز كراسي كده هتبقى سيتس لانها مقاعد ثابتة انما تشيرز مقاعد بتتحرك يعني بتشيلها من مكان لمكان يبقى سيتس اللي هي مقاعد ثابتة اللي جايبه رقم سيه بعد كده السؤال اللي اتناشر موجود في اعلى المبنى او المنزل يبقى هنا عندي اللي هي مقبرة روف صقف اللي هي مدخل كورنا الركن يبقى روف صقف اللي جابه رقم بيه بعد كده السؤال التلاتاشر احنا بنستخدم ايه على الشبابيك عشان نجعل ضوء الشمس في الخارج احنا بنستخدم ايه كورتينز ستار ايجابه رقم ايه اسؤالة البعتاشر كوتن جلاس وود اند وول ار الكوتن اللي هو القوتن والخشب والصوف هو عبارة عن ايه سوفشكتس ماد دراسية سبورتس رياضات فود طعم وماتيريال زي مواد دخام يبقى مواد دخام اللي جابه رقم دي السؤال الخمسطاشر المدرسة بتاعتي هي قريبة من المنزل الخاص بيه هي متين متين متر في البعد يبقى كده هتبقى الى الاجابة رقم سي بعد كده صفحة مية تلاتة وستين السؤال الاول مع زرطان المخدات او الوسائد مصنوعة من الكوتن هي كده جمع يبقى كده هتبقى ار ميد ار ميد تبقى اللي جابه رقم سي بعد كده السؤال التاني زا كيك الكيك اللي ما هو عملتها وازق المصنوعة يعني من فلاور دقيق اكز بال united sugar اللي هو اسكر ميت اوف اه مائد اوف مصنوعة من ميك اف مائد اوف دي في المدارق مش تنفع مية ومايت فروم عشان جايب رقم اوبا ياني وميت فروم برضه مصنوعة من وميت لازم يجيب بعدها يا اوف وآا اه فروم فاني عن تبعيد ميك اوف عشان دي في المدارق مصدر يعني وفي عندي ميت برضه لازم يجيب بعدها يا اوف يا اما فروم. مصنوع من الشيء ولا ما يتغير شكلها مصنوع الشيء من اولا وتغير شكلها. يبقى لان هنا كانت عبارة عن دقيق. فاتحولت الى كيكة. فشكلها تغير. فكده تبقى اللي هي الاجابة رقم سي ان شاء الله. الثالث يوجد فازة جميلة على الفازة مفرد. فالمفرد بتاخد اداة نقرة اي اما ا او ان. هنا فاس وبيوتفول اللي بتعمل مع بقى حرف ساكن فاتاخد اي. يبقى اللي جاي بقى رقم اي? بعد كده السؤال الثالث احنا قلتها حتى المقصد يبقى اف هي. ليه? لان هنا الكراسي ما تغيرتش المادة بتاعتها برضو ما زالت كراسي خشبية. فهنا هتبقى اف. السؤال الخامس آآ آآ في سنة الفين وتمانين. زا درايفر لس سفر. في السنة الفين وتمانين العربيات التي تسير بدون سائق هتكون اكسر امانا ومش هيبقى فيه كسير من الحوادث. تمام? يبقى هنا هنا جملة منفية يبقى اي تبقى ايني على طول? يجب رقم دي طالما منفية. مش هتنفع عشان دي جملة منفية. مش هتنفع عشان تسجمع. السؤال السادس موست ويندوز موجودة جمع. يبقى انا كده وميد بيجي قبليها يبقى انا كده عايز جمع. يبقى ار طول اللي جاي برقم سيم. معك السؤال السابع انت لا تستطيع ان تشتري ملساقات من هذا المحل. تمام? جمع. تنفع مع ايني? وتنفع مع صم. بتنفعش مع اي وان عشان دول اللي اتنين دول بيجوا مع المفرد وبوسترز جمع. هنا كانت منفية بتاخد ايني? وصم انها بتيجي في الجملة المزمنة. السؤال السامن از بيس او رابش اه ان زا بين يسر دي يسر دي وفي الاخر في كوتش عمارك علامة استفهام. يبقى لازم احط الفعل المساعد في الاول وبعدين الفعل. هنا وز زير تنفع نسبها زير ووز بدأ بزير وبعدين وز ما فتبقى زير فادي انت المستبع ده زير وارد زير وير مستبع ده برضو وير زير تنفع برضو عشان بدأ بالفعل المساعد اللي هو وير. رابش هي من الكلمات الغير معدودة في اللغة الانجليزية فهتبقى هنا وز زير هل كان يوجد كمامة في سلات الكمامة يبقى وز زير اللي جايب رقم مين. بعد كده السؤال التاسع هل انت اشتريت اي عصير? لا يوجد اي اي عصير في المحل? ليه قلت لا عشان اي ني? اي ني كده بتيجي مع المنفية. جوس كلمة غير معدودة يبقى كده هجيب اه المفرد منفي. وير ما تنفعش لانها مع الجمح. وير انت برضو ما تنفعش مع الجمح? تنفع وزنت وتنفع ووز. بس اي ني منفية تبقى ووزنت. انا موز بتيجي مثبتة. يبقى انا محتاج صم. هنا اي ني موجود. معك السؤال العاشر برضو هنا في في الاخر علامة استفهام. يبقى لازم اقدم الفعل المساعد على الفعل. هنا بزير مش هينفع. برضو مش هينفع. لازم اجيب الاول هنا عندي تنفع تنفع برضو. هنا هنا السؤال تمام بس هنا مش لازم احط مع السؤال حتى لو في اي ني. هنا بس الاعادي فاقول هل كان يوجد? يبقى الاجابة رقم سين. بعد كده السؤال الحداشر هل تريد بعضا من القهوة حتى قلت بعض هوات عشان دي جوملة عرض وطلب. بعرض عليه قهوة. اي مش هتنفع عشان كوفي غير معدود. اي مش هتنفع عشان كوفي برضو غير معدود. صم تنفع عشان تسأل عرض وطلب. اني برضو تنفع بس في الاسئلة العادية. مش اسئلة العرض والطلب اللي هي بتقود هنا. فهش كده صم. انا بأعرض عليه بعض القهوة. هل تريد بعضا من القهوة يبقى صم. اه بعد كده اسئلة التصحيح. السؤال الاول زير ويرنت اهوزبيتال اين اوير فيلج. زير ويرنت اهوزبيتال اين اوير فيلج. اهوزبيتال كده دي كلمة مفرد. تمام? فابق ويرنت بتجي مع الجامعة فهتبقى اوز انت عشان هزبيتال مفرد. السؤال الثاني اللي هي اللمبة اه مصنوعة من الزجاج. احنا قلنا لازم يجي قبلها فهنا اللمب مفرد فهتبقى مصنوعة من. السؤال الثالث زير ويرنت كده من فيه فبدل صم هتبقى ايني? السؤال الرابع از زير اه ان سيت فور يو. سيت بدقى ب اس والسي والاس حرف ساكن فتبقى اي. هنا اخيرها اس جامع يبقى اور. هنا زير وير وفي الاخر كودشان مارك على مستفاهم فهقليبها بس تبقى وير زير. هل كان يوجد. بقى كده الدرس التالت والرابع. صفحة مية خمسة وسبعين. احنا كان عندنا حفلة الاسبوع الماضي. وكان عندنا ايه كسير? قايدز مرشدين. بايلوتز طيارين. يبقى جستز ديوف. اللي الايجابة رقم سي. السؤال الثاني. اور انس بيس. كان فلاي بلينز. يستطيع انه يطير طيارة. سيلور بحار. كاربينر او كاربينتر نجار. بايلو الطيار. انجينير مهندس. يبقى بايلو الطيار. الايجابة رقم سي. بعد كده السؤال الثالث. ويند ايه? بتقدر تستخدم بتقدر تولد الكهرباء يعني. بانالز الواح. ماشينز مكينات. توربينز اللي هي توربينات. ويه تولز ادواء. تيبقى توربينز اللي هي الايجابة رقم سي. اللي هي توربينات الهواء. السؤال الرابع. ويبوتز بيس بانالز اون اه اروف. احنا بنضع ايه بانالز الواح ايه? عشان تنتج الكهرباء باستخدام الشمس. سولر الشمسية. ويند الرياح. جاز الغاز ووطر المياه. لا سولر اللي هي شمسي. الايجابة رقم ايه? بعد كده السؤال الخامس. اس بيس از ان اريا زات يو كان موف اراون. هي مكان تقدر تدور حواليه? سبايس توابل. بيس قطع. اس بيس مكان. وبيس يعني السلام. يبقى كده هتبقى اس بيس اللي هو الفضاء او المكان. اللي اجابة رقم سي او مساحة خالية يعني يبقى سي. اه سي ليس بيس. بعد كده السؤال السادس. ستودينز. ايو ازا سن اند وين دوتو اس بيس الكترو سيتي. الطلاق العلماء بيستخدموا الشمس والرياح عشان توليد القارباء. توليد القارباء بتاخد ايه? دو اللي هي يفعل. بروديوس ينتق. درو يرسم. جس يخمن. يبقى بروديوس ينتق القارباء او يولد القارباء. اللي جابة رقم بي. وهي السؤال السابع. المهندس المعماري هو الشخص اللي بيعمليه في المباني. ديزاينز بيصمم. فلايز بيطير. رايز بيكتب. بيبني. لا او بيصمم ديزاينز اللي جابة رقم ايه. السؤال السامن. او رانيس بيس. كان دوزنت يوز بيتشرول. يبقى كور معزرطا. هي عربيات ايه? لا تستخدم البترول. يبقى كده العربيات ايه? روبوت اللي هي انسان آلي. صورة شمشي. شمسي. الكهرباء. الكهربائية. يبقى الكهربائية. العربيات الكهربائية اللي هي تستخدم البترول. السؤال التاسع كان دو ميني سينجس فور اس. كان طوك. دول بيعملوا حاجات لنا وبعضهم بيقدر يتكلم. روبوتس انسان آلي رابتس ارانب رولز اللي هي مساطر او معناها قواعد برضو وروكتس يعني صواريخ. يبقى هنا روبوتس انسان آلي. اللي جاب رقم ايه. في الجامعة ده. سؤال عاشر. سام هاوسز فيل تو زا جراوند افتر زا. كسير من المنازل سقطت بعد ايه? الفضاء. اه ايرث كويك اللي وزلزال. ايرث اللي والارض. درجة الحرارة. يبقى ايرث كويك اللي وزلزال. ايجاب رقم بي. بعد كده السؤال الحداشر. ايه في الصيف هو اكثر ارتفاعاً من الشتاء. درجة الحرارة. سنو جاليد. فضاء او مساحة. يعني هواء. ايه درجة الحرارة. الاجابة رقم ايه. السؤال اتناشر. هي شكل ايه? هي شكل هدائري. يبقى كده مدور. هي طبعاً خلاص رواند مدور قلنا. يبقى تبقى اللي هي رقم براوند. اللي هي رقم ايه. بعد كده السؤال التلاتاشر. جزاء له من شيء راح ايه? which my uncle sent to me اللي هو ارسله ليه عمي. يبقى كده طرد. يبقى كده هتبقى بيرسول اللي جابه رقم ايه. بعد كده صفحة مية سبعة وسبعين. children is based go to school in the future. they will learn at home. الطفال يذهبوا للمدرسة في المستقبل. المدرسة في المستقبل. they will learn at home. هم هيتعلموا في البيت. بقى كده هم مش هيروحوا. will حيروحوا. want لانه يذهبوا. يبقى want اللي اللي جابه رقم بي. بعد كده السؤال الثاني. in a hundred years i think people is based life much longer than they at today. they do today. in a hundred years في خلال مئة سنة. i think people. اعتقد ان الناس live much longer. الناس هتعيش لعمره اطول يعني. than they do today. كده انا بتوقع شيء في المستقبل. يبقى will. اللي جابه رقم ايه? بعد كده السؤال الثالث. will she? طب ليه مش ارجو نجيتول انا بتدول على المستقبل برضو? لان دي كده توقع دون دليل. لما عندش دليل ان الكلام ده صحيح. يبقى هنا هتبقى will. السؤال الثالث. will she is based a garden on زروف? will بيجي بعدها الفاعل ثم فاعله في المصدر. فكده عن جب فاعله في المصدر اللي هو have اللي جابه رقم d. السؤال الرابع. i think we will is based under the c. برضو will موجودة. يبقى يجي بعدها فاعله في المصدر. فتبقى leave. اللي جابه رقم بي. السؤال الخامس اماني. will برضو بيجي بعدها فاعله في المصدر. ادوة الفاعله في المصدر اللي هي move. اللي جابه رقم ايه? لو بمعنى يرحل او ينتقل. السؤال السادس. i think drones is based food. آآ and persons to the house in 2050. اعتقد ان سيارات درونز هتوصل يعني او تحضر الاطعمة والطرود الى المنازل سنة الفين وخمسين. هنا i think انا اعتقد بتستخدم مع will وفاعله في المصدر. يبقى هنا will bring. اللي جابه رقم b. بعد كده السؤال السابع. what is based you where tomorrow? يبقى ماذا سوف ترتدي غدا? where فاعله في المصدر? وهنا you فاعل فحط will. اجابة رقم b. عشان كلمة tomorrow تدل على المستقبل. السؤال الثامن. how is based tomorrow? يعني كيف سيكون التقس غدا? يبقى هنا how كده سؤال. يبقى انا كده هاجيب الفاعل المساعد. في tomorrow يبقى مستقبل. يبقى will za wizard. الاجابة رقم d. يبقى هنا za wizard واللي مش هتنفع لاني لازم اقدم الفاعل المساعد will قبل الفاعل اللي هو وزر. يبقى هنا اللي جابه رقم آآ دي ان شاء الله. آآ بعد كده السؤال التاسع. do you think is based come to the party tomorrow? هل تعتقد آآ ان هو حييجي بكرة? الله يزيلها في الاخر في question mark اللي هي علامة استفاهم. فلازم آآ طب هنا do you think خلاص. ما هنا do بعد نفاعل. اللي هو you بعد كده الفاعل اللي هو sinc. يبقى he will عادي. يبقى كده جملة الخبرية عادي. يبقى تبقى اللي جابه رقم b. he will. هل هو سوف يأتي الى. لأ هنا هو he will. اللي اللي جابه رقم بيه. هل هو سوف يأتي الى الحفلة غدا. بعد كده اسئلة التصحيح. السؤال الاول. there will be. لا. will be بعدها فعل في المصدر فبدال بين هتبقى به. السؤال الثاني. no we will. آآ we will. وبعد كده we will use. طب هنا we will. هنا عشان فيه no فلازم ان فيها. فهتبقى want او will not. جملة من في. السؤال السالس. does dream study english tomorrow. تمورو بتدل على المستقبل. فبدال does هتبقى will. بعد كده السؤال الرابع. the journey will talk. الاول هيجي بعدها فعل في المصدر فهتبقى take. تستغرق ساعتين. السؤال الخامس. in the future. في المستقبل we will has. will بيجي بعدها فعل في المصدر فبدال هاز هتبقى half. بعد كده السؤال السادس. look at those dark clouds in the sky. i think it will rain. هنا انظر الى السحب اللي موجودة في السماء. اعتقد انها سوف تمتر. العزانة في دليل بقى. هنا دليل ان السحب ايه? ان السحب سوداء مظلمة. درك ده كان يعني. كده خلاص الدنيا هتمطر. فكده عندي دليل. يبقى كده هستخدم going to. it موجودة. فإد بيجي بعدها is. بعد كده going. وبعد كده to. وبعدين كده في المصدر اللي هو rain. كده كده يبقى لوجود دليل. اللي هو في صحب كتير. بعد كده الدرس الخامس والسادس صفحة مية سبعة وتمانين. is my grand mother gets better soon. يبقى انا اتمنى ان جدتي تتحسن قريبا. learn ya تعلم. اكسب لين يفسر او اشرح. شو يبين هو بيأمل. يبقى اللي جابة رقم دي هوب. السؤال الثاني. don't talk to any. لا تتحدث مع اي اي. you don't know. مع حد ما يعني انت ما تعرفوش. بيرسون شخص. واي طريق اف انت حدث محطة. يبقى بيرسون شخص. اللي جابة رقم اي. السؤال الثالث. my mother asked me to space the man i saw on my way home. مامتي طلبت مني ان انا اعمل ليه للرجل اللي انا شفته على الطريقة. كده حوصف له الرجل اللي انا شفته في الطريقة. بديسكرايب الاجابة رقم سين. السؤال الرابع. اه زير ار ميني اس بي اس. that i can't forget in my life. هنا زير ار ميني. يوجد كثيرا من ايه? انا ما اقدرش هنساه طوال حياتي. جراند بيرنس. الجدود. ايفنتس احداث. الوالدين. طايم وقتي بايفنتس احداث. اللي جابة رقم بي. السؤال الخامس. اتش وان انزا كل واحد في الفاصل. هاز ا او ان اس بي اس تو دو. كل واحد في الفاصل عنده ايه? انه يعمله. ايفنتس از بي اس فضاء او مساحة. تسك مهمة ووركة عامل. يبقى تسك مهمة لاجابة رقم سين. بعد كده السؤال السادس. when i went to buy shoes. لما انا ذهبت للشراء حزاء. the assistant asked me about my. العامل المحل اللي طلق اسألني عن ايه? سكوير مربع. اللي هو المقاس. اه ايفنتس. وديوجرام اللي هو رسمي بياني. يبقى سايز المقاس اللي جابة رقم بي. بعد المداردس دايما بيستخدم ايه? عشان يساعدنا ان احنا نفهم الدرس. يبقى كده عندي اللي هي رسوم بيانية او توضحية اللي جابة رقم ايه? اه انما هنا يعني اسعار سايز المقاسات وكلاود السحب. احنا ذهبنا في اجازة. اه تو زاريت سي في البحر. it was amazing انها كانت رائعة. يبقى كده on holiday. اللي جابة رقم بي. السؤال التاسي. i didn't understand is a listen. انا ما فهمتش الدرس. so i asked my teacher to space it again. لزالك طلبت من المعلم ان هو ايه بقى مرة تانية? يبقى يشرحوا مرة تانية او يفسروا مرة تانية. اللي جابة رقم ايه? السؤال العاشر. محمد صلاح محمد صلاح غادر من المقاولين وغادر الى لو ترك مغادرين المقاولين يعني وبعد كده انتقل الى آآ سويسرا. يبقى كده تهو. اللي جابة رقم دي. السؤال الحداشر. my little brother is five years old. الدخول الصغير عنده خمس سنين. هو 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 هيبدأ الدراسة. هيبدأ التدريس السنة القادمة. الدراسة يعني ان هو يتعلم السنة اللي جاية. هيبدأ بقى تبقى ميك يصنع يبدأ يبدأ يبقى يبدأ يبدأ اللي جابة رقم بي. بعد كده السؤال الاتناشرة المدرس دايما بيطلب مننا راية ايه? ان احنا ندون يعني كل الملاحظات المهمة يبقى راية داون اللي جابة رقم دي. بعد كده السؤال التلاتاشر. محمد صلاح one the space champion league with the liverpool in twenty nineteen. محمد صلاح كسب ايه? بالنسبة للدولة ابطال اوروبا يعني في ريفربول سنة الفين وتسعتاشر. اوروبا يبقى اللي جابة رقم بي.